نهاية الأسبوع باستقالة المدرب نصيف اللباوي رغم لي الأمور خمسة على خمسة في الأولمبي البيجي معنا بالتليفون نصيف اللباوي كنت شهلا بك مرحبا بك أخويا ومجميع المستمعين وبالإخواني من اللي معك شكرا لك معنا مختار دابوس عمجد الجوبانتيني وليد الحرق وكذلك بيلال الفوذيلي شكرا بيهم الخلق نصيف استقالة المفاشئة الاستقالة اللي كانت تقريبا الأمور كانت خمسة على خمسة البيجة في الصدارة ما كنا نستنعوه في البداية القوية هذه خاصة بعض الظروف وخروج برشة بلاعبية من الفريق لكن الاستقالة جت في وقت غير متوقع نحقيق معنا هو فك أولا فاسخة عقد بالتراضي ما هو اش استقالة أنا طرحت فكرة المغادرة على إدارة النادي لأنه معناها فرصة تعتبر محترمة رياضيا نأكد بأنها رياضيا فرصة محترمة في الممكة العربية السعودية تعتبر السنوات الأخيرة المدرب التونسي يفقد نوعا ما مكانته في المملكة كما تفهم جايك عارف بنادي الباطن هكذا؟ بالله معنا أكثر من فريقه نادي الباطن نادي الباطن السعود في دور الدرجة الأولى اللي هو القسم الثاني عادنا في تونس لا دور الأي نجم تخلو لك ولكن مستوى المنافسة منافسة عالية جدا ومعناها المشروع لنادي هو إعادة الفريق للممتاز والعرض معناها ينجم يكون على مدى طويل إن شاء الله لأنه طموحنا يكون لن نتواجدوا معه ثلث المدربين العالميين لأن المملكة العربية السعودية تستطيع بشيهم كنت نعلم في قليل لم تهمك برشة الفلوس معناها لا استغربت الحق خاصة معتها كان هناك بروجية في بيجا كانت أنك لم تهمك بيجا برشة ومشيت معتها للسعودية فضلت مصلحتك الشخصية عن مصلحة الأولمبي البيج لا كما يقوم بأخبار أنت بروكاسيون لا لدي أكبر بشري معنى اللغة الكورة تبري بشري الكلام كما يتقال في بيجا أو لا؟ لا أنا أبداً إطلاقاً معناها أنا تجيت ساعة كما تفضلت وقلت وأنا المادة هي آخرة كامي أنا حياتي كان ديما اللوج على الديفي اللوج على البروجيت اللي اللي نظهر فيه بقدراتي اللي ندخل في تحدي اللي ما يستناني فيه حتى حد ونحط معناها نوعاً ما شيء من من طاقت الشيء هذي ما عملته في بيجا تخلنا فيه ظروف صعيبة ياسر نسيكول تعرف فريق معناها صعيد ظروفه من البشرية المادية إلى آخره قبلنا التحدي امشينا جيسكوبوه مع الفريق أولا كما احكيت لك الفريق معناها مستدر البطولة التونسية ظروفه بايه المجموعة تقريباً على كامل الأتم الجاهزية إذا مش مئة في المئة رأي 80 في المئة من الجاهزية بعدين أنا توكي جيني فرصة هكما هي الشخصية ممكن عمي باش نهزها لثنية أخرى والتي هي ثنية صحيح هذه فرصة للمدرب التونسي هذه فرصة للمدرسة التونسية أنها ترجع يكون لها تواجد خارجي السنوات الأخيرة في الخليج العربي بصفة عامة كقوات الاندستشمون في الكورة القدم الاستخدابات من المدربين أصبحت استخدابات عالمية الناس تعمل مدخبات العالمية يا كوتش أنا كمشجع لأولمبي البيجي الكلمة التي تقول فيها طوى لا أحترامي له لا يعني شيء أهمني كلمة جمعيتي أنا سنية وضعيتك المدرب يخليني والأمور ماشية معناها سنية سنية موقفة أنا كمشجع لأولمبي البيجي عنده الحق لاني نتفاهم أنا أي إنسان معناها أي إنسان يغير على جمعيته ويحب على جمعيته عنده الحق باش يتأسس عنده الحق باش تخلي كان أعليش ولا يتساد لكن فما عدة اعتبارات عدة اعتبارات هي أشوف أنتم أدر مني أنتم أدر مني والواقع شيخو في تونس أو في الوطن العربي بصيفة عامة مصنعش تابيليتي أن الفريق اللي ما تمشيش نيتاجه مباراة واثنين ينحي المدرب معناها توا هي يا راهي سيفيس بيرسا الفريق دائماً وأبداً كل واحد في بعض من الأحيان يمشي للمسحة الشخصية وهذا حق إنساني مشروع ما عملتش حاجة أنا ما هيش مشروعة أو العيد تعرف تحب معناها بقاطع النظر على الرياضي حتى ما دين وليس كذلك ننخلها النقطة هل هي مكش خالص ترشون أكاً أكاً أقل شوية شهرين وأكثر يعني أما ليس هذه المشكلة ما كنتش مطالة براني ما كنت نعرف الظروف النادي نبجل أنا مثلاً في الظروف اللي خدمتها نبجل إنه رئيسي يعطي آآ لكريم الملعبية يعطي يعطيهم يقدم لهم صلاة على إنه يعطيني لليان ما كنتش مطالب بحتى آآ كما أقول مستحقات مادية ولا مكافئات ولا كذا آآ وما كانتش أصلاً هذه المشكلة ولكن كيجي عرض معناها محترم على المستوى الرياضي والبالي اللي بشتطلع له أنت كمدرب في عالم التدريب كذلك يقابلوا معناها قيمة مادية محترمة نجمش أي إنسان مكاني نجمشي واضح يعطيك صح شكراً لك كوتش وبالتوفيق إن شاء الله في تجربتك جديدة لك في السعودية وبالتوفيق أيضاً لأولمبي لأباجي بعد شواء بشكل معنا يامن الزلفين لكن خلناك من عندك تعليق عمشة الكوبانتين مقنعني لماذا؟ لماذا؟ لم يبدأوا عندهم معروض المدربين التونس في صفة عامة يبدأوا يلوجوا في عرض في تونس ويعطعوا مثلاً ما فهمتك كيف يبدأوا؟ لا هم مطلوبين بش يمرنوا في السعودية ولا في الخليج كيف يبدأوا؟ يبدأوا يفرقسوا في عرض بش يأخذوا الجماعية في تونس ويعملوا برشة أساليب بش يأخذوا الجماعية بيه اليوم اللي باجئة أعطتك الفرصة بش يجي ترجع تلدي ونتاجك طيبة وتعرف اللي حقوقك مضمونة حقوقك مضمونة بتش تخلص اليوم الغالي بش تخلص هو عمر المان انتونير في عمروب واختيسي بجماعية عنده قيمة مالية تفاعل الجماعية هذه موجودة في الكنترامتها ومعملوهش في التونس متعملاش طيب كان يش يقول اخلاقين اخلاقين اليوم انتي عملت نتاج طيبة وبالعكس الناس كل ما انت تكلمت على باجا وعليك انتي كيفاش عملتو نقلة جماعية رغم اللي باجا خرج برشة ملعبية لانك اليوم تخلي باجا بعدا بريماتش كاتماتش دولة ولا يبحث واخليت معنة الطريق متاحا وتخليها وتمشي اخلاقين قولي عندي رغبت مصر معنة هاديكا فما هو تكلم على معنة فما بروجي في السعودية وشالينا عم في تونس باجا عمنا بروجي معك عمنا بروجي معك شوف وين فما الفلوس يترمي هو قال بلغس لكني هو قال معتها أخلاقيا لكن هنا حتى هو يقول لك مثلا الانديا في تونس أقل في السلطان معتها ما تمشيش كيف كيف محشوف السعودية لها لا كيف كيف السعودية أكثر من تونس يقول لك كل واحد اللي لو جعل مصلحتي أكثر من تونس انتي سيارة بلغس لو تعرف شنو موقفك يتصير حاجة من هذا موقفك بتباعة هنا إذا كانك بيش تكون متنجام تكون نوترا في موضو هذا ما بش تكون مع المدرب إذا كانك مدرب وإذا كانك في بلاست وراء اللي عمله هو يعملوا أي مدرب وعملوه قبل المدربين كبار لما فيهم مدرب المتخبتو دونك وإذا كانك من مسؤول إذا كان جيت مسؤول في بيجا بش نقول لك مش أخلاقي اللي عملوه وما يجيش وخلى جمعية بيان كلاسي وكذا وكذا لكن كيما ما تنوافق قومتيني أنا بلو يفوهد لفقنا عجب أموات وفقنا في حاجة أموات وفقنا في حاجة دونك نواف قولوا إنه كان ينجم يكمل مع بيجا لأنه حتى مصيره مع الفريق السعودي موش مضمون معنى مئة في المئة يعني نجم كان ينجم مع بيجا يكمل السيزان يمكن إن شاء الله نتمنى له الخير لكن تنجم ما فهمت تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن تنجم تكون مسيرتك في الفريق السعودي أقصر من اللي كانت مش تكون مع بيجا ما فهماش حاجة مضمونة فكورة القدم تكون تضرب على البار تلقى روحك هذا هو ماذا هو قدر المدرب فانت هو خير وأنه يغلب مساحته الشخصية على مساحتك النادي هذي هذي خلاصة باي باش نحلوا نتصلوا بيامن الزلفاني قاعدين نتصلوا بي اتفقنا معا باش يكون معنا في المداخل هذه باي مختار يامن الزلفاني عندك ذالي بي صديقك يبدو لي أن يكون هو الشخص المناسب بالأولمبي الباجي نحن لا نتحدث عنها اليوم تعرفت عنها منذ سنوات سليمان و المسؤولين في سليمان يعرفوا ما هو قيمة الخدمة التي يقدمها يامن الزلفاني يامن الزلفاني أثبت في البطولة التونسية و حتى خارج تونس يامن الزلفاني من أكثر الممرنين المتوجين في خارج الوطن خاصة في السودان معناها ليس شخص مناك أنا اللي نطمن جماهير الأولمبي الباجي اللي كونورو بشيجيهم ممرن ما يقلش قيمة على نظيف اللي نتمنىولو التوفيق خارج تونس وأنا هنا إسلام بربي كتحب تحكي على وضعي متاع ممرن لكن لازم تحكي أنا عندي هنا الممرن كل ملاعبي إيراني يخدم في تونس جي هوفر ما أنا منتصورش كان الجماعية ما خلتوش بشيكون يخدم في حالة من الأرياحية الممرن جي هوفر يحب يطور من روحه يحب يمشي البطولة خير من بطولتنا تيرانات خير من تيراناتنا حكام خير من حكامنا حقه هذا كل واحد يطمح المخير ربي يوفق نظيف يامن بشيخ أنا عندي هنا مسؤولية يامن تكون أصعب باعتبار انقاجة معي حاضرة متكلاسية اللولة لكن أنا نثيقة كبيرة في يامن يكونوا بشي واصل نفس العمل متاع ناسيخ بشي تكون بايزة أنا زماهيري بايزة نطمنهم اللي يكونوا بشيهم مدرب محنك وعندوا تزربة في البطولة وشي بمنطقة عادفة حد صديق بربي فما اسلام نقطة هامة بخاطر ما تبعظ وفي الكورة مبدأ عادفة مع النيدي الفريقي ما تلقى عندي حد سيحية نقطة هامة شوف أنا لعبش سعودية ونعرفهم يستادوا برشة راب يستادوا الملعبين يستادوا المدربين وقت عمل نتاج باهين مع باجا فعلي علمهم اللي مانت ياسف ياسف عمل الزوتابهين عيتولو نصيف نصيف عيتولو عيتولو حكون اللي خليها يرجع وليم بالباجي يرا خد كاميرانيش وليم بالباجي منكم ما عيتلو حتى واحد شفت بعد ساعات لاني أنا مفخش مختار واني أخذ القاعدة كونديسان وخير نمشي كل شيء ما تخير في أوروب هالي وعندها أن تخلي الجميع يمشي أوروب مستحيل لما تلقاه حتى ولو حتى لين اتناعي. دوتان بلوس يعرف اللي الانتنور طوا ولت حقوقه مضمونة. اي جامعية ما تخلص مدرب عما جاي ما تشركش لافل بطولة ولا في الكاف ولا عاد شي. دونك يعرف لو بشي خلص. لو كان انشيقول. قول فما راه المهنة يسعيبها سيفري. خاطر خاطر ممكن ساسا تقى تقى ما انت آآ آآ خدمة المدرب كان هذيك المهنة متاعه ما عندوش حاجة اخرى. طوالي سعيبة. اما راه من ناحية الاخلاق ديما كانت تعلمه. نحترمه جمعيات. وجمعيات احترم المدرمين. نجم نحصل ونطوره مكورتنا. ايامن زل فيني هو الاختيار الانسب. لا انا نشاطر مختار. ايامن شوف. ايامن لا ولا بسي عملنا جير طابعين. وما تحس مدرب. ما انت جاي معانا برشة في بلاتويت وشوفنا تدخولاته. ما انت ومعرفته بكورة القدمة التونسية. اخرب واحد بش يكون ما انت يعرف الكورة التونسية. ما انت نتوقع اللي ايامن عندو البون بروفيل. امن المهمة مش كنه صعيبة برشة. عليش? خطي حتيه لو البايوي. ركرة سوي كات. اقل مش نويو والاخسارة. لقد يدخل في المقارنة. انا بالنسبة لي انا اكبر بشكلة بالشكل يامن هو ملعب باشا. اذي كان الهيئة المديرة ما توفلوش الملعب ويرجع ملعب باشا. اي اي انا نحكيلك معنى ارى اي مشكلة كبيرة رغم انه الملعب هذا ممكن يقول لك يقول لك أنا عملتك هات فيكتوري لبرة لكن ملعب باجه بش كون في بلاد وجمهور وزيد عن دوقي ما كبيرك يرجع باي بلادي عطيك صح شرفتاً يوم بحظينا شكراً لك وليد مسيش خليك في الأخر كانت تحب تضيف حاجة مسيش وكان بلادي حبيت ناقش معاك تفضل مسيش لا حبيت بالحق نفهم ما معناها ناقش معناها الاستقلالية راه مش استقلالية مالية راه الاستقلالية انك تقطع معاكا مش راه وعهد ودي الجاريرى نستحك تقطع معاها المكاتب الجامعية السيب Red requires من braucht ش hebt قدم التونسي شنال هي حالي لي اليوم מה معناها المكتب جامع يدخل معناها في القايمة الدولية مع سيناجي جويني معناها استقلالية في التعيينات استقلالية في تحديد رايش يكون يدخل القايمة الدولية استقلالية في التربوسات استقلالية في إنو هو يكون أعضاء الإدارة متاعه اللي ما كانتش قبل كان سيد رئيس اي رؤساء الجامعات هما اللي يحدش كون الاعضاء حتى مش متفاهمين يحطهم مبعضهم معناه هو هذي ايش ما ما معنى الاستقلالية والاستقلالية في تعيين مدير لتكوين ادارة عسرية هذا ما معنى الاستقلالية وليست بالمفهوم الاستقلالية المالية موافقني انتي اللي اللي تحكي علي هذا لازم متشريع ولا لانه احنا الاختلاف وين انا روي الاختلاف معاك موش انا منيج ضد استقلالية الحكام بالعكس انا هاك انتي حكم عندك خديش نعرفكش انا عندي 25 سنة كور مناعرفكش عمرنا وياك ما تقبلنا وخدمت في النادي الفريقي انا وخدمت في الجامعة وخدمت في المتخب مناعرفش معاك وانا بدي قلت سيمو حتى سيمو معناها مختار قتل وشكور معناها حتى بدي مناعرفش معناها برغم انتي معروف ليه ليه مش معناه انا ما عملت اش كيف مقصد شباكي في كنتي را ليه ليه انا مقصد شباكي في كنتي را انا قصد معناها مقابل لاش بعضنا حقيقة انتي معروف ليه ليه سادقا ليه 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 برحق سفر ليه أغزولي السادقا قدلك معناها بلال اتغيرت حتى سي عب نجيد قليك تغيرت ليه مسائلة والله ما عرف شو اه كما عرفك ازداد اهو ليه ما فهمش مشكلة ليه زيت شباكة بلال بلال فضاية السيبولي ليه محجب sevقوة بلال فضاية السيبولين المسائر لي مش معروف خير ليه ملوش عظاوي ليه ملوش عربي سوة صغير وليد والحجمزلللللل لدي ما عرفتو حوكيم لما انا قضى حكمي لانا ما عنديش علاقة بالتحكيم لان وضحتك الاستقالية . غير قانونية لق lar ان رجم فتما لا لا لقد ستسمع اقوم بتحكيم. اقوم بتأكيد. يقولوني أسمعني أنت الزوسةダ وضح لكم الزوس. وليد يحب يقول لك اللي تقول فيه الكل ممتاز جدا. لكن لازم يستطيع في جلسة عامة يتحط من قبل النوادي. وليد اسمعني عاد اسمعني عاد. احنا عندوا استقلالية في التعينات. هذا مبدأ أخلاقي يزمو يكون كما يكون مش خيبا تنمسع إي وليد لازم قانون بشي هتعمل نعم مش قانون احنا تعودنا في الفترة الماضية ويا حدبانك يحكم نختم معه الحاجات النبيلة وليد وليد الحاجات سمعني سمعني بلا بلاد كيخة مش رتواصلوا بالقناة الحاجات النبيلة ما هو من حقك انتي 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 تقترح من حقك ولا من حقك يرزم يصدق على المكتب الجامعي ولا بيضوم كما تحطلوش الاسم اللي حاجتش به يصدق لك عليها نحنا حطينا الاسم اللي حاجتنا به يصدق ومصدقاني انتي خدمتها انتي كان جاي وديع شوف نختم معاكم عشان ستخطت الكلمة انتي كان جاي وديع الجارية لكما تخلتش الجلسة اي بلاد بلاد ما تخلتش القاعة الجلسة ما تخلتش القاعة الجلسة اللي بشي حكوا فيها على حكام واذا كان ريش يتخل تفضل انا مكتخلش ما نجم نحكي ما نجمت او ظلم برزمتش على فترة وديع الجارية راني انا حاكم فيها فترة وديع الجارية ونعرفها ما والمشكل وانتي مسؤول فيها ونعرفوها مش المشكل في هذي تعليم ما تحبوش تغيير ياولدي غير بالقانون بازلي بازالي 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 بالقانون او ظلي مش تغير وحدك حتلا مش تغير القانون ينجمكم بالعرف ياخوية صارت بادرة وصار تغيير لا سمعني سمعني صار رزول صارت محاجات نبيلة سمعني لا لا الولاد يا الولاد يا الولاد يا الولاد لا لا سمعني مستربة اش نقتع راو قاعدين نحكيه وليد يا وليد نحكيه مع بعضنا نسلك كل وليد فوضى العباد ما عادش تسمعنا وفي الوقت الحصة انتم ما كونش مختلفين راك خلاصك تحروف في نفس في نفس يا وليد وليد في الجامعة ان شاء الله ها في الجامعة جديدة ولا لمبادة وخطر انت من الكفاءات شابة ماذا بينا هذا الدافع ليه وتحط القانون وليد كملنا وليد يا وليد يا وليد يا ممزاركم يا وليد مستربة اش نقتع راو الحصة يا ماجيد كلمة بالله كملها وخان تعدي وفي الوقت الحصة وليد اخير امام بعد في القوف تلوم على على ناجي جويني دي بيسو متاع ولا لا تلوم لا 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 خلينا من الملكان انتي كشخصية تلوم عليه ولا لا انا مستقيل معا على خاطر موصلنا مش نفسك حتى كلمة الختاب حليتولي عليها دباق يا تك ساحة مرد الدعمي كوب ديمون د الفين وثنين من ثمانية وثنين شكرا لكم وليد الكل فقط اليوم موعد ما تنسيوش مع حصة جديدة موعد مع الظحك و الظمار من تلقا من 5 حتى 7 وليد الحاج مع هاجر بايو برشة برشة ضحك وبرشة الظمار بشي رفقكم في الحصة متاع اليوم اكيد تابعونا على ميسك اكيد تابعونا على ميسك حتى اليوم